إذن قرارات متعددة في مناح متعددة هقول لحضراتكم ونبدأها ببند بند أولا رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهريا زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين وبحد أدنى 150 جنيه وبتكلفة ده البند ده بس 11 مليار جنيه غير كده حافز إضافي يبقى أنا كده بتكلم على علاوة بتكلم على علاوة وبتكلم على حافز تاني بتكلم على علاوة وبتكلم على حافز حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة الستة اللي هي أول درجة في التعيين في الحكومة ويزيد بقيمة 50 جنيه لكل درجة ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة تكلفة البند ده 37.5 مليار جنيه اللي بعد تخصيص 6 مليار جنيه ده جديد لنج ده إحنا كنا وقفين التعيينات إحنا النهاردة خصصنا 6 مليار جنيه لتعيين 120 ألف من أعضاء المهن الطبية المعلمين العاملين بالجهات الإدارية الأخرى يبقى حضرتك يعني في خلال أيام هتلاقي إعلان للتوظيف تاني في خلال أيام البند ده بيقول كده هتلاقي إعلان توظيف لأعضاء المهن الطبية للمعلمين تاني للمعلمين وللعاملين بجهات إدارية أخرى هيبقى فيه وظيفة إدارية بتقدم عليها وتقدر حضرتك تروح عايزين 120 ألف 120 ألف وظيفة كانت الوظائف الحكومية مغلقة تماما بقى عندك النهاردة بقرار الرئيس 120 ألف قريب جدا هتلاقي بقولك جهة الفلانية عايزة نسل التعيين وفقا لتوجهات السيد الرئيس 15 مليار جنيه زيادة إضافية للأطباء والتمريد والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الشريحة دي بس ركز بس معايا في النقطة دي كونوا موظف في الدولة ممكن يكون موظف في الدولة في حد لكن كنوا طبيب أو ممرد أو معلم أو مدرس أو مدرس مساعد أو أستاذ أو رئيس قس أو عضو هيئة التدريس في جامعة هنخصص لهم 15 مليار جنيه لرواتبهم 15 مليار جنيه لرواتبهم يعني هناخد 15 مليار جنيه دول وهنوزعهم على هذه الفئات أطباء تمريد معلمين أعضاء هيئة تدريس جامعات ده جديد ده ما كانش بيحصل قبل كده والرقم محترم اللي بعده 8 و 1 من 10 مليار جنيه لإكرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي تتراوح من 325 جنيه إلى 475 يبقى أنا عندي نمسك حاجة حاجة بقى الـ 15 مليار الأولانية دي فيها المعلمين والـ 8 و 1 من 10 مليار دي بس للمعلمين كأجور إضافية للمعلمين بالتعليم قبل الجامعي ابتداي وإعدادي وسنوي تتراوح من 325 جنيه لـ 475 جنيه تبقى هذه الفئة من المعلمين قبل الجامعي لها بند الوحدة تاني 1 و 6 من 10 مليار جنيه لإكرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكد البحثية لا ارجع تاني ارجع أدي كل واحد حق 1 و 6 من 10 مليار جنيه لإكرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية ده بند تاني اللي بعد 4.5 مليار جنيه لإكرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريد تتراوح من 250 إلى 300 يا جماعة ده موضوع تاني اسمه بدل المخاطر للمهن الطبية والنبي ممكن ترجع لي عشان البند ده ليه مرجعية سابقة عايزين بس ارجع حضرتك بص يا بش تخصيص 6 مليار جنيه هنعين مهن طبية جديدة يعني قسم اللي كان فيه 5 ومش قادر هيبقى معاه واحد كمان يبقوا 6 يبقوا 7 خلاص كده فيه 15 مليار جنيه زيادة إضافية للأطباء والتمريد والمعلمين وعضاء هيئة التدريس بالجامعات ايه اللي ببقى الصفحة؟ فيه بدل مخاطر للمهن الطبية 4.5 مليار جنيه من 250 ل300 جنيه زيادة على اللي كانوا بياخدوه وزيادة تقترب من 100% من بدل الصهر والمبيت مالوش علاقة بزيادة المرتب اللي خده كموظف في الدولة ده بنتكلم على بندين مخاطر مهن طبية وبدل صهر ومبيت اللي بعده 15% زيادة في المعاشات لل13 مليون واط دي من أحسن الحاجات اللي أنا بحبها من أحسن الحاجات المحترمة دي اللي يعني اللي اسمها العرفان بالجميل ما قالش 5% ولا قال 10% قال 15% من مارس يا كل أب وأم بتسمعني دلوقتي على المعاش معاشك هيزيد 15% من الشهر الجاي ده كلف الدولة 74 مليار جني مش مهم انت المهم 15% زيادة دي زيادة محترمة جدا الناس بقى أهلنا وناسنا المحترمين بتوى تكافل وكرامة 15% زيادة لمعاش تكافل وكرامة زيادة بتكلفة 5.5 مليار جنيه بتصبح الزيادة خلال سنة 55% خلال سنة 55% من قيمة المعاش اشتركوا في القناة